السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجان شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاق تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وافكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاق هدف من القناة اشحانكم بكل الطاقات الايجابي اخلصكم من ايه طاقات سلبية داخلة بتشعروا بيها بتأثر على يومكم وبتأثر على مجالكم الطاق حلقة اليوم حلقة مهمة جدا 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 هنتكلم فيها عن اهم العلامات السرية لما تشعر بيها وتشعر بيها تعرف ان في شخص بيفكر فيك تعرف ان في شخص بيتخاطر معك تعرف ان الشخص اللي شاغلت تفكيرك هو فعلا الشخص اللي بيفكر فيك تعرف ان الشخص اللي انت حيث استجاهك بمشاعر هو كمان حيث استجاهك بمشاعر ايه العلامات اللي تأكد لنا ذلك؟ من غير ما نسأل الشخص من غير ما نرائب من غير ما نضيع وقت كبير ونستنى ان الشخص يجي يعترف لنا هقول لكم على علامات بسيطة ثالثة ظهرة قدامك اول ما تشوفها تأكد ما تسألش حد ولا تدور ولا تسمع تمر انت خاطر ولا تعمل اي شيء بمجرد ظهور هذه العلامات في حياتك في هذا الوقت تأكد ان الشخص بيفكر فيك وبيحبك وبيبدلك نفس المشاعر اول علامة معانا وهي علامة التفكير المستمر المقترن بالمشاعر يعني هتلاقي الشخص على طول في بالك مش بيخطر في بالك فجأة لأهو مقيم في تفكيرك مقيم في عقلك على طول في بالك 24 ساعة الشخص معك مش بيفرقك وكأن الشخص تلبس شخصيتك وبقى هو انت وانت هو وعايشين في جسد واحد ويكون هذا التفكير مقترن بمشاعر حب والسياق قوية جدا جدا جامعة تجاه الطرف الآخر دي أول علامة معانا تاني علامة والعلامة دي مهمة جدا جدا وهي تجمدك الطاقي تحجرك الطاقي تحس ان مشاعرك متجمدة تجاه هذا الشخص استحالة اي شخص يقدر يغير مشاعرك تجاه هذا الشخص مهما حاولت مهما سمعت تمارين تخاطر مهما سمعت حلقات استشفاء مهما تواصلت مع مدربين طاقة ومدربين استشفاء ذاتي علشان تعد هذه المرحلة مش هتقدر طاقتك هنا بتبقى متجمدة متحجرة استحالة استحالة اي شخص يغير من مشاعرك تجاه الطرف الآخر ولو سمعت اي شخص بيحاول يقررك في الطرف الآخر انت بتنفر منه طلقا يعني انت رافض اي محاولة ان انت تنسى الطرف الآخر اما تحس بهذا التجمد التجميد والتجمد الطاقي اعرف ان هنا الشخص بيفكر فيك الشخص هنا عمل تزبط عمل تسليد عليك بقتقتك بتاعته ما عادش ليك سلطة على نفسك هنا كل زبزبتك الطاقية اللي بقى متحكم فيها الطرف الآخر فهنا تأكد ان الشخص الآخر بيفكر فيك وبتخاطر معاك وبيمارس تمارين تخاطر قوية جدا جدا وخصوصا لما توصل لمرحلة اللي انت خلاص تقول اللي انا مش قادر استغناء عن هذا الشخص توصل لمرحلة البكاء المستمر ان انت بتنهار داخليا من عدم قدرتك على الارتباط بهذا الشخص او معارفة مشاعر هذا الشخص دي علامة قوية جدا 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 وهي علامة التجميد الطاقي العلامة دي من اقوى من اقوى من اقوى وبقرر من اقوى العلامات الطاقية والروحية اللي بتأكد ان الطرف الآخر بيفكر فيك ثالث علامة معانا وهي رغبة شديدة في القيام بتمارين تخاطر يعني انت بتبقى عايز وانت بتبقى عايدة تقوم بتمرين تخاطر علشان تجذب الشخص علشان تخلي الشخص يفكر فيك اول ما توصل للمرحلة وتحس ان انت على طول عايزة تسمعي تمرين تخاطر على طول عايزة تقوم بتمرين تخاطر معانا قبل كده موضوع التخاطر ده ما كانش بيهمك موضوع طاقة دخيلة هي اللي بتجذبك لهذا. هي اللي بتدفعك ان انت تتفرج على تمارين التخاطر وتمرسي تمارين تخاطر آآ بصورة كبيرة جدا في هذه الفترة. دي برضو من اهم العلامات اللي بتحصل لك في الوقت ان في شخص اخر بيفكر فيكم صلت طاقته عليك. آآ هتحس بهذه العلامات اللي انا بقولها. علامات قوية جدا جدا. لو بتشعر بها. لو بتحدث معاك. تأكد ان الطرف الاخر بيفكر فيك. من العلامات القوية جدا جدا جدا. آآ ان الشخص آآ بتلاحظ ليه علامات قدامك في المكان اللي انت موجود فيه. تلاقي اسمه موجود قدامك على طول. آآ بتقابل ناس شبه موجودين في كل مكان حواليك. بتقابل ناس بيعملوا بنفس الوظيفة اللي بيعمل بها هذا الشخص آآ بتلاحظ الناس بيتكلموا عليه كتير في هذه الفترة. على طول اسمه بتذكر قدامك. على طول بتلاقي قدامك في الواقع المادي باستمرار. دي برضو من اقوى العلامات. انت بتلاحظ علامات مرتبطة في بالشخص ده كتير جدا جدا في الفترة اللي هو شغل تفكيرك فيها. مع ان قبل كده لو قارنت هتلاقي ان ما كنتش العلامات دي ما كانتش بتظهر قدامك نهائي. لكن في الفترة اللي بالك بنشغل بها بتظهر امامك علامات ومش اي علامات. علامات قوية جدا 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 واضحة. يعني انت حتى لو انت ما انتش عارف الحاجات دي انت بتستغرب. ازاي الاسم ده جي قدامي? ازاي ليه الاسم بتقرر? ليه بقابل اشخاص نفس الشخص اللي انا بحبه على طول? ليه على طول بلاقي حاجات مرتبطة بالشخص بتظهر قدامي يوميا. انت ذات نفسك بتلاحظ وانتي بتلاحظي. هذه العلامات حتى لو ما تفقهش اي شيء عن اه العلاقات وعن اي شيء عن التخاطر اه واي شيء عن العلاقات الانسانية وعن التفكير وشو بتسمع اي حلقات صدقيني انت هتستنبطي وهتشعري اه ان في علامات غريبة بتظهر قدامك مرتبطة بهذا الشخص. فعلا هنا تتاكدي وتطيقني ان الشخص بيفكر فيك وبيرسلك طاقات ومصلط طاقته عليك بصورة جدا جدا. انت بتشعر في هذه الفترة ان انت شخص اخر تماما. ما فيش انتظام في النوم. ما فيش انتظام في الاكل. في على طول شروط في الزيان. في على طول تفكير مستمر. في على طول صدق. في على طول عصبية زي ده. في على طول آآ مراقبة لهذا الشخص على طول باستمرار. كل هذه العلامات بتؤكد ان هذه الحالة مش حالة طبيعية ابدا. احنا الانسان فاضي الطبيعي ما بيبقاش كده. ما تلاقي نفسك ووصلت لهذه المرحلة تأكد ان في شخص اخر بيرسلك طاقات ومش ايه طاقات. طاقات قوية جدا جدا. حتى لو اظهر لك عكس ذلك. مليون خط تحت هذه الكلمة. حتى لو اظهر لك عكس ذلك. حتى لو عمل لك بلوك. حتى لو متجع لك. حتى لو فيه طرف ثالث في الموضوع. تأكد ان الشخص الاخر بيفكر فيك وانت شاغل تفكيره بصورة كبيرة جدا جدا جدا. العلامة الطاقية اللي بعد كده اللي ما تشعر بها تعرف ان الشخص بيفكر فيك هو انك آآ بتلاقي عندك او عندك رغبة شديدة في التواصل مع هذا الشخص. عايز اتكلمي هذا الشخص باي طريقة. عايز تتواصل مع ذي الشخصية باي صورة. رغبة شديدة ان انت ترسله رسالة. رغبة شديدة ان انت تتواصل معه. رغبة شديدة ان انت آآ تتكلمه وتعرف اخبار وتسأل عنه. حتى لو مش هتكلمه شخصيا او تكلم آآ اصحابه قريبه. بس تعرف اخباره. رغبة شديدة ان انت تعرف اخباره وتتطمن عليه. بمجرد ما تتطمن عليه ده كفير ان هو يريح بالك ويطمنك. انت بتبقى الآن عايز تتطمن على هذا الشخص باي طريقة. عايز تعرف ماله. عايز تعرف هو فين. بيعمل ايه دلوقتي. بيأكل ايه? بيشرب ايه? بيفكر ازاي? كل آآ اشكاليات حياته بتبقى عايز تعرفها. دي برضو من العلامات القوية جدا جدا. اللي بتأكد ان الشخص الاخر بيفكر فيه بصورة كبيرة جدا جدا. طيب فيه ايه سؤالها يجيل. انا بشعر بكل هذه العلامات. بشعر بالبكاء المستمر. بشوف اشخاص كتير شبه. آآ بتصادف باسمه كتير قدامي. آآ فيه تفكير مستمر. فيه مشاعر حب. لكن انا شكة. انا شكة برضو ان الطرف الاخر بيحبني. بعد ما تتأكد من وجود هذه العلامات. لا يوجد مكان للشك. لا يوجد مكان للشك. تأكد وطيقا مليار في المية ان الشخص بيفكر فيك بصورة كبيرة جدا جدا جدا. الشخص اللي انت بتفكر فيه بمشاعر بصورة لايرادية على طول باستمرار. صدقوني بيفكر فيكم وببدلكم نفس المشاعر.